عليك ببيتك اللي يدور ببيتك خليه بينك وبين ريلك أسرار بيتك لا تطلعين برا أعيد وأقول عامل ريلك كأنه ملك مو عبنش تعالينه كأنه ملك البنت العاضلة، الواعية، الفاهمة تعرف إن طاعة رب العالمين في طاعة الزوج دام لنا ريلك ما طلب منك شي يغضب الله سبحانه وتعالى فشنو المشكلة؟ دام لنا ريلك موفر لك الأساسيات؟ فليش قاعد يبين المشاكل حد نفسك؟ ليش قاعد تسببين حد نفسك أو الراس واحتمال التطلقين وتهدمين بيتك بنفسك؟ ترى الناس ما رح تنفعك نصيحتي لك حاول يتكسبين حب ريلك عن طريق شخصيتك المتواضعة وعن صفاتك الحلوة وروحك الجذابة صدقيني، هذه الصفات تزيد جمال المرأة تزيدها أنوثة، هذا الجمال اللي يدوم على مر السنين عكس الجمال اللي فيه تصنع والله لو إنها ملك الجمال بس فيها غرور وتكبر وإنسانة مادية بس تتفكر في الدنيا صدقوني، الرايان رح ينحاش منها أول ما يشبع غريستان اللي تدوم وتكبر بعيون ريلها هي اللي تفهم المعنى الحقيقي للحياة الزوجية ايه هي اللي تعين ريلها على صعوبات الحياة وما تتعبه بالطلبات فوق طاقتها سواء كانت الطلبات مادية أو معنوية حاولي يا حبيبتي تكونين انتي قدوة له قدوة بخلاقك، بمعاملتك، التصرفاتك معاه والله لو إنها قلبة سخرها وشاف منك هالمعاملة رح يلين صدقيني إذا شاف كل هالحب وهالاحترام ما رح تشوفين منه إلا الي يضيج وبس وسلامتكم، هذا كل اللي عندي، أسأل الله أني يرفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته